السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هو الصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم معي من جديد أخواتي في قناتكم مطبخ حسن أسريف كانتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير في أحوال طيبة وصحة جيدة بإذن الله ترحب جميع الأخوات اللي انضموا القناة وترحب بالأخوات اللي كانوا معي منذ بداية القناة كان بغير نشكركم شكرك كبير بزاف بزاف على حسن المتابعة ديالكم على تعالقكم زويني اللي تخلي ولي وعلى التشجيع ديالكم على كلامكم طيب فشكرا شكرا لكم فكما كتلاحظوا معي الفيديو ديال اليوم غدا نشارك معكم فقاس ملكي أولى فقاس جويف غدا نشارك معكم أيضا غريبة اللي كتجي غزالة بزاف كتجي هاد الغريبة هديه شيشة ومقرم شاوب نينا بوحد الشكل كبير كبير بزاف لكما كتلاحظوا معي غدا نقسم معكم وحد الغريبة باش نشوفو كيفاش كتجي من داخل فان شاء الله هتجربوهم بصحة وراحة وينالوا إعجابكم لكنتوا اول مرة كتزوروا القناة لا تنسوش الاشتراك فيها والضغط على الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد واندزوا دبن مكونات وطريقة تحضير الوصفات فخليكم معي بإذن الله فبالنسبة المكونات اللي غنحتاجه في الفقاس عندي سبعة ديال الحبات ديال البيض حيث عندي البيض صغير لكن عندكم البيض كبير غديرو غير استفقط ميتين وخمسين جرام ديال السكر الخاشن ميت وخمسين جرام ديال جوز الهند او الكوك نصمم عالقة صغيرة ديال القرفة نصمم عالقة صغيرة ديال زنجبيل نصم عالقة صغيرة ديال الملحة جوج اكاس مل خميرة ديال الحلويات ووزن او لمجموعة خميرة ديال الحلويات عفوا انه هو ستاشرا جرام عندي تلتمي وعشرين جرام ديال الدقيق الأبيض يكون نوعية جيدة خاص بالحلويات وثلاثة ديال مع القبار ديال الجنجلون بيض نسيت مضفتهم حتى الاخير عدا تفكرتهم الان او تخدمون يقمون مع انكم تخدمون بهم ممكن نعم Pilfer نعيد الفواكه جافة نضيف على البيض 250 جرام سكر الخشين نضيف الكاكاو و نضيف المنسمات القرفة و سكين جبير نضيف نصف معلقة مع مرين نضيف الكاكاو و نضيف الكاكاو و نضيف الكاكاو و نضيف الكوك أو جوز الهند نضيف المكسرات و الفواكه الجافة و نضيف 500 جرام في المجموعة نضيف المكسرات و الفواكه الجافة و نضيف 500 جرام ثم نضيف 320 جرام قياس و نضيف 16 جرام خميرة و الحلويات و نضيف المكونات مع بعضهم مزيان و نضيف المكونات مع بعضهم مزيان و نتأكدوا بأن العناصر راهم تخدمونا مع بعضهم مزيان هنا كما تلاحظوا معي هدو الشكل ديال الخليط بعد ما نخدموه اللون ديال الكاكاو هو اللي يعاطينا اللون بحلها كف العجين ديال هاد الفقاس هدا ناخد من بعد المولات اللي كندهنهم بالزبدة و كرشوهم بالطحين نوضعهم في اللاطا اللي كتكون مفرشة بورقة المطبخ و نعمرهم فانا عمر لي هاد القياس هادا لها هاد المولات هادو بخمسة كنوضع بابي كويسون كنحطو حد اللاطا على هاد الفقاس هادا و كندخلو الفراني طيب على عافية اللي كتكون منقوصة ماشي منقوصة بحل الفقاس العادي و انما كيكون شوية يعني النار زايدة على طياب ديال الفقاس العادي فهنا كما كتلاحظوا معي طاب الفقاس و حيتو من المولات و كنوضع هاد الفقاس هادا في المجمد تي برد مزيان ماذا بمثل دا فعلا يتخول الفقاسo الفقاس المحنام اللذي نبعد適ت حين اصحابه فانتلاق بكم إن شاء الله في مرحلframes التالية في لديكم معي بإذن الله فانسيس Crown ك Reset الموجود الفقاسي المجمد من ساعة لاروب إلى ساعة l- squared التقات learning فهذا الفقاس هذا كل ما تقطع رقيق تحصل على نتيجة مزيئة نتيجة الفقاس هذا مقرمش ومعلق بالتعليق هدي الجوز الهند تنقطع الفقاس رقيق وهذا الكيتور هذا راك تلقوك اتباع في المكتابات او لعد الناس اللي كيبيعوا مستلزمات الحلوية تهموا لو تيبيعوه فراه غزال بزاف تقطع دي الفقاس مما كينش نهائيا الكسور في الفقاس اي نوع دي الفقاس سوف نستمر نقطع الكيمية كلها ونطلقى بكم في مرحلة التالية سوف ندخل هذا الفقاس هدي طيب العافية كتكون في الاول او للنار في الاول كتكون اسفل الفقاس حتى كيبالية يعني بدأوا هاد المكسرات هادو كيتحمروا اذا كننزل الفقاس كتولي النار في الوجه دياله وبصحة والراحة ونطلقى بكم في الوصفة التالية بإذن الله فبالنسبة لهذا الغريبة هدي اخذية القصرية وضعت فيها ميتين وخمسين جرام ديال الزبدة ديال العلب بالنسبة للعلبة كتكون فيها ميتين وخمسة وعشرين جرام كنكمل من علبة اخرى خمسة وعشرين جرام ضفت هنا كاس اربع ديال السكر ما يعادل مية وعشرين جرام ديال السكر النعيم غدا نضيف ستادي القطع ديال الجبل المثلت او لاي نوع ديال الجبل ممكن انكم تخدموا به وانضيف كيس من سكر الفاني نخدم هاد المكونات هاده مزيان حتى كنحصل على واحد الخليط اللي تيكون كريمي من بعد غدا نضيف كاس الا ربع ديال الزيت ما يعادل مية كرام فهاد الغريبة هدي كتجي بنينة بالمضاق ديال الفرماج وكتجيه شيشة وفيها وحت قرميشة بعيدة وزوينة بساف غدا نخدم المكونات بهذا الشكل هاده غدا نضيف ده بالزيت وغدا نبقى من بعد ندخل في الطحين في هاد السوائل هاده بشوية 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 فاره ضفت كاس الا ربع ديال الزيت غدا نخدم المكونات مزيان حتى كنساج مولي للعناصر بالطحين عبارة خمسمائة جرام وزيت واحد شوية تقريبا خمسمائة وعشرين جرام ديال الدقيق لان هاد الغريبة هدي خصت جي شوية مرخوفة باش كي قبرت ليكم فاشغت فندوعة قبل من نضيفه الطحين ضفت هنايا ستين جرام ديال جوز الهند كاس ديال العنبة كتحمرو هاد جوز الهند وكتخليوه يبرد عذا كتطحنوه ضفت هنايا كيس من الخميرة ديال الحلويات والطحين على دفوعات متتالية بهاد السورة عادي فغدا ناخد الكيميه اللي خاصة ديال الطحين ومن بعد غدا ناخد ابيض بيضا واللوز كونكاسي او لكاوكو كونكاسي او لكاوكو ايفيلي فتيبقى ليكم الاختيار انا درت جوج عجنة درت هاد العجنة هادي فنت الغريبة في كاوكو اعفوا في اللوز كونكاسي والغريبة الثانية فنتها في اللوز ايفيلي ممكن فندوها في الكاوكو خضر كنطحنوه في الهاشوار اللي كيبقى بحذا كاوكو كونكاسي بالقشرة ديالو تفندوها ايضا كتجي مزيانة غير هو نقطة كنأكد عليها لعن العجينة خصت بقى مرخوفة كل مكسرات اللي غدت فيندوها هاد الغريبة هذي كاملة غيت سلسوا في اللاطة لعدنا هالعجينة قاسحة مكنش فين فين يقبطوا المكسرات فنردوا لبل هاد النقطة هاتي بزاف 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 كل مكنت العجينة مرخوفة اتحصلوا على نتيجة مزيانة فهد الغريبة فنكمن ان شاء الله وانطلق بكم في المرحلة التالية فخليوكم معي بإذن الله هنا كما كتلاحظوا معي هادا والشكل ديال العجين خديت من بعد اللوز كونكاسي وابيض بيضة وبديت نشكل في الغريبة وزن 26 كرام كتعجبني الغريبة تجيب لديها ومني كندوز روجة فقط ديال الغريبة في الابيض ديال البيض كندوزوها في اللوز كونكاسي صافي وكن نحاولون تبتو وكن نوركو على ديال كلوز باش كيزيدي تبتلينا في الغريبة اكثر وكن بسط الغريبة مني كنحطها في اللاطة انكمن ان شاء الله بنفس الطريقة دخل هاد الغريبة هدي الطيب الفوق هو الاول يعني النار اسفل الغريبة حتى كتبالية تحملات من الاسفل وبدأ دك التحمار تدور مع جناب عذا كتشعلوا النار في الوجه ديال الغريبة وكتنقصوا النار اقل من المتوسطة كتبقوا تدوروا في اللاطة باش كتطيحوا لون موحد في التحمار وانتلقى بكم ان شاء الله في الشكل النهائي ديال الوصفات تبزوج فخليوكم معي بإذن الله اذا تبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبة اللي شاركت معاكم اليوم عجناء فنت الغريبة في اللوز كونكاسي وعجناء فنتها في اللوز ايفيري ممكن كما سبق وذكرت لكم انخدموا بالكوكا وخضر كندوزه في الهاشوار على الشكل كونكاسي بالقشور دياله تنفندوا فيها الغريبة فتيبقى لكم الاختيار هنايا الفقاس الفقاس دائري والفقاس اللي على الشكل القليب هذا هو الشكل ديال الفقاس بعد ما تيطيب كيجي هاتل القصادة بنين بنين واحد الشكل الكبير بزاف فبالنسبة للغريبة الطياب ديالها تطيب من الأسفل وكتتحمر مع عجناء بعدها تشعلوا النار في الوجه ديال الغريبة وكتنقصوا النار الأقل من متوسطة كتبقوا الدورو اللي طبش كتطيحوا لون موحد في التحمار الكوك او لجوز الهند هو اللي كيعطينا هاتك اللون في الغريبة بالنسبة للفقاس حتى هو الطياب بنفس الطياب ديال الغريبة النار كتكون أسفل الفقاس حتى كيبانوا ان المكسرات تحمروا عدا كنشعلوا النار في الوجه ديال الفقاس وكننقصوا شوية النار وكنخليوا الفقاس كيطيب على عافية اللي كتكون منقوصة شوية الفقاس هاد الفقاس هادا كيبغي يجي رقيق يعني الجمالية ديال هاد الفقاس هادا لف الماكلة لف الشكل انه خاصه يكون مقطع رقيق والكيتر ولموس القاطع هو اللي كيخدم مزيان في هاد الفقاس حاجة مش رحتاش مزيان ولما كانت شو واضحة خليوا لي ان شاء الله في التعليق نجاوبكم على بإذن الله تنبغي نشكركم شكر كبير بزاف زاف على حسن المتابعة ديالكم على تعليقكم زويني اللي كتخليوا لي وعلى التجيئة ديالكم على كلامكم طيب فشكرا شكرا لكم ما بقى لي إلا نقول لكم صلى وفرصكم بزاف زاف وإلى لقاء آخر في فيديو آخر في فكرة جديدة في وصفة جديدة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى